موسيقى سيد عثمان مرحبا بك مرحبا بداية نريد أن نشكر موقع أنفاس على الاستضافة أكثر من 20 سنة ومحمد مبدع رئي الجامعة الفقية بن صالح خلال المدكول للسنة والطاولة المدينة لا يعرفت تلاشة حركة أمرانية لا يعرفت تلاشة تطور تلاشة تنمية المستوى الاقتصادي والجتمائي في الحقيقة منذ ترأوس محمد مبدع المجلس الجماعي بمدينة الفقية بن صالح لي أزيد من 27 سنة ومدينة الفقية بن صالح غادية الحاضية وخير دليل أن المجلس الأعلى للحسابات وقف في التقرير ديالو على هاد المشاريع سواء الوهمية سواء المشاريع اللي ما لم تكملاتش بمدينة الفقية بن صالح يعني الفقية بن صالح حسب الرأيك عارفة مجموعة من المشاريع ولكن المشاريع لم تكملاتش بحالش هذه المشاريع اللي لم يتم نعم اللي تم تلعب فيها على سبيل المثال كين شاريع المسيرة وكين شاريع علال بن عوض الله يعني مثلا على سبيل المثال شاريع علال بن عوض الله يعني في تصميم ديالو كين يعني انها كينة كينة يعني باش تكون نافورة نافورة بالقرب من مدارة ديال المحكامة وان هاد الشاريع يعني تهدمت في تم افراغ مقهى وتهدمت المقهى على اساس انه باش تدارنا فورا ولكن الحدود الساعة الشاريع مكملش ولكن علاش هاد الناس هاد المبديع يعني هو انسان منتخب والناس اللي تمشوا يصوتوا عليه يعني علاش هاد الناس كانوا يمشوا يصوتوا عليه هاد مدقول يعني واحد تنضروا على واحد اسبعات الولايات والاكثر يعني في الصراحة محمد مبديع كان يفوز في الانتخابات بطريقة اللي هي ملغومة بحلش الطريقة اللي هي ملغومة عن طريق الولائم والولائم اللي كان ينضم محمد مبديع امام اعيون السلطات يعني ينضم الولائم بوحد شكل اللي هو يعني فاضح ومستمر ما يمكنش في الحاملات الانتخابية وقبل يعني يحتل الحاملات الانتخابية بست شهر او بخمس شهر وهو ينضم في الولائم يعني واحد المجموعة الولائم ينضمها محمد مبديع امام اعيون السلطات وبتواطئ من السلطات كيف هو الموقف ديلمجتمع المدني في هذه المسألة يعني يدعون الجمعية hersمجتمع المدني هاي الزررية البيضاء وقت تتفرج عشاء تشرطة القضية وهو بالفعل بالفعل يعني الطبيعات ديلمدينة هناك غياب ديلمجتمع 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 المدني اعلاش لان جمعية المجتمع المدني بمدينة الفقية بنصالح تستفيد من الكعكعة ديلم ديلممجلس البلدي وتستفيد من دم ديلمكعكعة المبادرة الوطنية التنمية البشرية مقابل شراء الصمت ديالهم الصراحة هذا السؤال الكل يتحمل المسؤولية يقين بعد الجمعية لي قليل الكل يتحمل المسؤولية في مدينة الفقه ونزيدك واحد القادية الشي لو أنه مبديعي تحكم بواحد المدة اللي هي حبسية واللي يتم الإفراج عليه ويرجع يترشح غادي نجحنا أنا ابن المدينة أبن عن جد لأن لو كان أنه مبديع لقى جمعيات حقوقية في المستوى وجمعيات ديال المجتمع المدني في المستوى ومتقفون في المستوى أن محمد مبديع ما يبقاش أنه يترأس ديالجامعة للمدة ديال 27 سنة أنا أستاذ من بين أبناء مدينة الفقه بن صالح اللي هاجر المدينة الجديدة نظرا لأن مدينة الفقه بن صالح يعني غادي رجع الحديد مكينش أفاق في مدينة الفقه بن صالح للمجلس الجماعي موفرش يعني واحد يعني اليد العاملة شوفوا في أن الشباب يتوفى في قوارب الموت أثناء الهجرة إلى الدفة الأخرى بالنسبة لكم ماذا وإنما مفاجأة بالنسبة لكم أو لك متوقع أن هذا العملية على الاعتقال تم يعني تقول لك واحد المثال لا حلم على الله الواحد يخلص يخلص أولا من هذا المنظر بشيء يعني نوضح بعض المغلطات الاعتقال دير محمد موضع جاء بناء على الشيكاية لوضعات الجمعية المغربية لحماية المال العام لسيد الوكيل العام لدى محكمة السيناء بمدينة الدار البيضاء بناء على التقرير المجلس الأعلى للحسابات يعني تم فتح تحقيق في هذا الملف وتم وتقرير تخرج التقرير هذا 2017 يعني جميع القضايا تتعلق ب2017 2017 ومن وراء التقرير المجلس الأعلى للحسابات جاءت شيكاية الجمعية المغربية لحماية المال العام ولكن الخطير الذي يريد التفتح فيها ما زال التحقيق مع محمد موديع يعني ومع الخلية محمد موديع هو أنه كان يتوصل المجلس الجامعي بوحد المجموعة المينح التي هي عبارة على الملايير نريد أن نعرف هذا الملايير ما هو المصير كانت الملايير التي تلقى كمينح من وزارة الداخلية التي فيها وكانت مينح عن طريق عقد شراكات واتفاقيات سواء منح من وزارة البيئة ومنح من وزارة الإسكان ومنح من مجموعة العمران ومنح من المكتب الشريف للفصفات في إطار اتفاقية وشراكات زائد قروض خيالية بالملايير من الصندوق للجهيز الجماعي للتمويل المشاريع وشراكات وشراكات نعم لحدود سعان وطالب في فتح تحقيق في هذه الملايير التي جاءت لتوصل به المجلس الجماعي بعد حلول المجلس الأعلى للحسابات بالجماعة المدينة الفقهية بالصالح كما تقول المغربي فشطح البقرة تقول وشناوح يعني هذة رئيسة تقول عشوة وكان شتقال قبل يعني فش كان هو رئيس جامعة ورئيس جامعة مجلس باللدي تحقيق ابن صالح صراحة ندع ربي لقدامك بالشهادة ديال الجامعة والشهادة ديالسكان غادي يشوف الفيديو ان محمد موديع رفع بي أزياد من عشر شيكايات ورفع بي شيكايات يعني ابانة مني كان وزير وتصنطط لي الفرقة الولائية هنا بمدينة الداربيضة بحكم ان الوزير ما خاص يتصنط لي فرقة امنية كنا فرقة خاصة في الداربيضة رفع بي أزياد من عشر شيكايات وتعرضت لواحد لنجموعة المضايقات من الأتباع ديال محمد مبدع هدى عبدو ربي لك تشوف قدامك المبيين الناس اللي كانوا كي ناضلوا وكيفضحوا الفساد ديال محمد مبدع والفساد ديال الحاشية ديال أحمد مبدع ولكن يدون واحدة لا تصفق أسلم سيحسمائل شكرا جزيلا على قبول الدعوة متتبعي خانتا فرسي للقاء فرصة قادمة إن شاء الله